السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة كرح بالناس قدام مجداد واللي اول مرة يزور القناة ديالي اللي اول مرة يزور القناة ديالي ضغطوا على الجرس واعجاب باش يوصلكم كل جديد الفيديو هادي ديالي ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معي اليوم هو واحد الكريب صالح او الكريب مالح بواحد الحشوة اللي كتجي بنينة بزاف ومغايرة على بركة الله غادي ندوزل المقادير او ما امتون غادي نقولوهم عندنا في واحد البول غادي نديروا جوجي البيضات وغادي نديروا الملح او الابزار كيف ما غادي تشوفوا معي هاد الكريب راها يعني ما فيش حاجة اللي يمعقدها بدون زبدة بدون زيت وكي يجي يعني بنين بزاف ومقادير اللي هي متوفرة في كل بيت وسهلة صافي كيف مش تودرنا شوية البزار هنين يمكن لكم تنسمو باش ما بغيتو توم ببودر او لا اي حاجة بغيتو هنا غادي نضيفو نص لتر ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معي غادي نضيفو نص لتر ديال الحليب وغادي نخلطوه مزيان بالفوي كيف ما غادي تشوفو معي هنا يا بنتي تهي معا وناني قالك تصاوب لك خيب صافي كيف مشتو معايا هنا يا غادي نخلطوه مزيان هادو كل العناصر كامل البيض والحليب والملح وهادك الابزار اللي درنا هنا كيف ما قلت لكم توم يمكن لكم ديرو اي اي حاجة كتبغيوا اعشاب منسما او لا توم ببودر او لا اي حاجة صافي كنحركم زيان بهالطريقة حتى كينسجم لنا كل شي هادوك العناصر مع بعدياتهم هنا غادي نزيدو دقيق عدنا ميتين وخمسين جرام ديال دقيق يكون مغربل كيف ما غادي تشوفو معايا ميتين وخمسين جرام ديال دقيق غادي نغربلوه ادقى كما دائما تنقول لكم غادي نضيدو دفوعات شوية بشوية غادي نغربلوهم زيان باش ميبقاوش نضيك لكمو اولدوك تكتولات صافي كيف ما شفتو غادي نعود نزيد الكمالات قريبا نراها جبانية كبيرة يعني جبانية العادية كتكون عامرة هي تقريبا ميتين وخمسين جرام صافي كيف ما شفتو هنا غادي نخلطو شوية هادو العناصر مع بعدياتهم وغادي نزيدو واحد الخمارة ديال الحلويات او لا بيكين باودر وغادي نزيدو مزيان اولا نحركو مزيان هاد الكريب ديالنا بنسبة البنات اللي خافوا يعني ما يعني ما يجيهم شملسو لا ديرو في الميكسر انا بنسبة لي خلطو غادي اولا بها ترابليا داويرا كان مزيان انتو ما بنسبة لكم لا خفتو كيف ما قلت لكم ديرو ديرو في الميكسر صافي كان حركو هنا مزيان بهالطريقة هادي كيف ما شفتو معايا حتى كي ولي عندنا يعني بهالطريقة هادا را هو كيكون شوية ليكيد ما كيجيش عاقد هانتم ما شوفوا القوام اولا لا تكس شو غجال هاد الكريب كيجي يعني سائل هنا ديغي كتومو ما غديش نتسنو عليه غادي نشعلو على المقلة تسخون وغادي نبدو نطيب ونشان كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا النار تكون شوية هاد اه يعني ما بيمت وسط ونقصة صافي هنا نخليو المقلة تسخون مزيان وغادي نبدو نديرو وغادي نفوق النار غادي نبقا ونضورو هادا هادا يعني نديرو بواحد المغرفة اولا شي حاجة اللي تجيب لينا يعني القياس نشاركو عارفين ضروري في اللول ما كيجيش القياس نشان حتى كتتمكنو من القياس باش ما يجيوكم شمع الجنين سافي كيف ما شفتو غادي نخليوها حتى طيب هادا الكريب ديالنا ونشوفوا المرحلة الموالية ان شاء الله سافي هنا انا غادي نقص على العافية وغادي نخلي حتى يبدأي طيب هنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي تشوفوا معايا بانه الكريب ديالكم غادي يبدأ من الفق كي يبدأ كي نشف انتو ما غا تقيسوا بيديكم حلكة غا تلقاوه نشوف سافي هنا يا غادي تباليكم الجنيبة تهو ما بحل شكل ديال الورقة غادي يبدأو كي نوضو هاكا شوية سافي غادي تعرفوا بالليل تحت راه تحمر وغادي تقلبوا على الوجه دياله هادي هي الطريقة كيف ما كل شي كيعرف طريقة ديال الكريب راه سهلة وما فيه شي حاجة اللي هي صعيبة غادي نقلبوا هالكريب ديالنا على الظهر دياله الوجه دياله عفوا سافي وغادي نخليه تيتحمر غا نبقى مرة 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 نحركو هاكا باش ياخد لنا ذا كلوين موحد سافي هادي هي الطريقة ديال البنات اللي كان خدموا به الكريب تا غادي نخدموا يعني الكريب كاملين هنا باش ميجي الفيديو طويل ما بغيرش نعود معاكم موحدة اخرى يعني طريقة بعين وواضحة والفيديو كي يوضح كل شي سافي هنا غادي ناخدوا واحد طبيسيل انتم ما شوفوا الوجه ديالورات حمر غادي ناخدوا واحد طبيسيل وغادي نديروا في هاد الكريب واحدة فوق واحدة ونغطيوهم شي من ديال البشير طاب وذوك جنيبة ديالهم هنا غادي ندوزوا للحشوة كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نديروا الزبدة والزيت غادي نخليوهم المقلات تكون سخونة بيانسيوغ مزيان وزيدوا الزبدة والزيت كيف ما غادي تشوفوا معايا من بعد غادي ناخدوا نخليو يعني كيف مكتلكم مقلات تكون مزي سوف نأخذ الدجاج سوف نحرك الزبدة سوف نحرك الزبدة سوف نضيف البصلة سوف نحرك الزبدة سوف نحرك الزبدة سوف نعطي المقدار نحرك التفضل سوف نضيف البصلة سوف نضيف البصلة من الأحسن تكون صعبة من الأحسن هزة تكون محقكا شكرا تكون جيدی و بالنسبة to طحنوها مزيان عن الاخر يعني من يستحسن تكون محكوكة في الحكاكة الغليدة اولا مطحونا بشي هاشوار مزيان مزيان صافي كيف ماشتوك نخلطو قعدوك العناصر دينا مع بعضياتهم ونخليهم حتي طيبو بقى مرة مرة نحركوها كون طلو عليهم صافيرا ضغيكة توجداد الحشوارة ساهلا ما فياش شي حاجة معقدة اولا هنا وخي بليكم هدا كلمات لقات البصلة الما مع الدجاج ما تخافوش خليوها يعني را ان شاء الله غادي تنشف سافي كيف ماشفتوها هي دك الدجاج طاب مع البصلة غا نحيدو على خارج النار غادي نديرو هنا تقريبا انا ندير ثلاثة المعلقات ديال ثلاثة المعلقات ديال المايونيز ونتو ميلدين نسكيلو نيشان غادي تديرو ربعات المعالق ديال الكبار ديال المايونيز وغادي تزيدو معاهم ان شاء الله هاد الفرماج غادي نوري لكم ان شاء الله غا تشوفوا معاي في الفيديو سافي غادي نبقاو نحركو هاد لا مايونيز مع هادا الدجاج ديالنا مزيان حتى يعني تلبس كل شي دك لا مايونيز للدجاج وديك البصلة هنا غادي نزيدوها هادا كا نورمان موربعات الفرماجات حمرين بلوقو ديال ايدام او بلوقو ديال فرماج حمر هنا الانا عندي هادا اللي هو كريمي بحال هاكا انتم الليل عندكم الفرماج نورمان ميستحسن تديرو هاداك هادا الحمر ما عندكمش اديرو الفرماج العادي المثلة العادي اديرو اربعات الفرماجات انا هنا غاندرجو مع القاتل حال هادا على قام presentation لها تدير منه معالق ولا اللي ما عندهاش يمكن لها الان довير الأفرماج المثلة العادي غاهوا كيف مكتلكم نقصوا شوية من الملحة حينتو الاخر مالح كي يجي شوية مالح نقصوا شوية من الملح باش يعني يلا الماداك يجيكم هو هاداك انا هنا ادرجو معالق كبار كيف مكتشوفو هادا صارحه كيعطي واحد تعليق لهاد الحشوة الا ما عندكم شماشي بالضرورة تضيروا اي فروماج متلت عندكم غي هو نقصوا شوية الملح حينت الفرماج الاخر كي يكون مالح ما شي بحال هذا سوف يكن حركم زيانة الحشوة انتما كيفما كتشوفوها حدا كتبقوا هيكا تعقاد وكتجي معلكا واحد الحشوة اللي كتجي روعة يمكن لكم تعمرو بها البطبوت البريوات اي حاجة هذه الحشوة كتصلح لشحال من حاجة انتما هوا الكريب ديانا كيفما كتشوفوها وارا يعني طلق راسو كنت مغطيها كيفما كتلكم دائما الكريب غطيوها باشي دوك الجنيبات اللي كيكونوا مقروشين كيرجع معاهم هادك يعني دك السميتو مني كيتغطاو كيرجعو كيرطابو اي الكمية قاعد اللي اعطاتنا هادك نسليتر وانا عندي مقلة يعني الخيبية كبيرة صاف كيف مماشتو كنقلبوه على الوجه دياله بنسبة للبنات هنا اللي بغاو يديرو غا عادي يعني يخليوه طبيعي انا هنا كيفما غاتشوفو معايا غادي نقلي بلا شابلوه انتوما نديرو باني توم اللي ما بغاش غتخليوه غا عادي رتاوكي جيزوين هنا كنناخدوا واحد تقريبا نجوج معه اولا معي القا اولا على حسابكم انتوما وكن نسدوه على هاد الشكل بحل شكل مربع بحل شكل مسيم منها كيفما يمكن لكم ديرو على شكل سيجار اولا كيفما بغيتو انتوما انا هنا يبغيت نديرو على شكل هاكا بحل المربعات او لمسي مناتها على هاد الشكل هادا صافي غادي نبقاونا استمرنا بنفس الطريقة كناخدو الكراب جيانا كنزيدو علو دوك الحشوة صافي وغادي نبقاونا طوي وبنفس الطريقة راه ساهل وواضح وباين ما فيش حاجة لي صعيبة والمادقة البناصرة ما نعودش لكم كيجي مادقة اللي وزوين بزاف وبنين يعني ومختلف على دائما داك خيزوه والبصلة ودك شلي دائما يعني ملفين دائما كنديروه والفلفلة يعني هادا مختلف وزوين امام طون بنين صافي كيف ما شفتو معايا غادي نجمعو هادوك المربعات او لبحة المسي منات ونحطوهم على جانب باش ندوزوا ان شاء الله نديرو لهم لشابلور ديالهم هنا خديد جوجتا على البيضات دارت معاو شوية تاعتوما ببودر الملح وشوية ديال وغادي نبقى ندور فعليهم هادوك الكريب ديالنا وغادي نديرهم في لاشابلور كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا لاشابلور غادي نقلبهم مزيان يعني ندير قاع الجوانب ديالهم حتى تلبس لي مزيان هادوك الكريب قاع هادوك لاشابلور مزيان صافي ونبقى نحطوهم على جانب نفس الطريقة حتى غادي نسالي وقاع هادوك الكريب ديالنا كيف ما شفتوا معايا يعني طريقة سهلة كيف ما قلت لكم انتوما اللي ما بغاش يدير لاشابلور هاكا يخلي غادي راماشي موسكيل تهوك يجي يعني زوين المهم صافي بنفس الطريقة كنكملو يعني هادوك لقاع الكريب اللي بقاولينا بنفس الطريقة وحنا مستمر حتى كنسالي وكل شيء صافي هادا ما كان را الطريقة كيف ماشتوا معايا را ساهلة وما فياش شي حاجة اللي هي صعيبة او لا راها ضغية ضغية وفي ساعكي وجذره ما كيحتاج شي حاجة اللي هي يعني صعيبة او لا صافي كيف ما قلت لكم انتو ما را يمكن لكم استغناءوا على هاد اللي طبوخة وصراحة كيجي زوين هاكا مقرمش مني كيتقلاو هادا كيجي زوين صافي هنا كنسخنوا المقلات على الزيت مور ما كنكونو سالينا قاع هادو كليك خيب ديانو كنبدو كنقليو كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا هي الزيت راها كتكون يعني سخونة وكي ماشي طايبة سخونة بزاف يعني كتكون العافية متوسطة على حسب باش ماشي حينتغي لاشابلو غلي بغينا هاتا يعني تاخد لنا ذاك اللون مذهب غي كتكون غي شوية يعني الزيت كتكون توس طبع شي سخونة بزاف وكان بدو كنقليو في هادوك الكريب ديانو بقاو نقلبوهم لي من لايصر حتى كياخدوا لنا هادوك يعني اللوين زوين الذهبين مرة كل شي فيه طيب كيف ما قلت لكم مرة كان بغينا غراض نغيب لاشابلوغ تدهب وصافي كان ناخدو شي شبيكا وكانحطو في هالكريب اللي حيدنا من من الزيت كنحطو فيها باش تسقطر الزيت صافي هادا هو هاد هي الطريقة كيف ما اشتو معايا هنا كنكونو يعني تقريبا وصلنا الاخر لا فيديو كيف ما غادي تشوفو معايا هنخليكم مع التصور كانت من هاد لا فيديو هادي تعجبكم ونكون عند حسن ضن ديالكم واللي عجباتوا لا فيديو يتقابونا وي دير جيم وبرتاجوا في مواقع التواصل اجتماعي وشجعوني ان شاء الله باش نعطوا المزيد من الفيديوهات وشكرا على اللي كومون تغزوين اللي كتخليوا اللي كيفرحوك يعني كيشجعوك وانك تزيدي تعطي ولي عندها شي تساؤل تخليه ليه في في كومون تاغ غادي نجاوبها عليه وشكرا لكم بزاف على المشاهدة والاوصفة مقبلة ان شاء الله